أمامك في الصورة علاج حقيقي وناجح للسرطان هذا يسمون بالعراق شوك الجمل أو الكلغان أو الأرض الشوكية أو الخرشوف يسمون هذا الخرشوف أو الخرشوف الجبل أو الأرض الشوكية أو العكوب هو في سابق الزمان كانوا يستخدموه علاج للكبد لأن هذه العشبة علاج تكميلي ومساعد للعديد من أمراض الكبد وحتى يحميك من سرطان الكبد ويعالج لك سرطان الكبد ويساعد لك تقليل الالتهابات وتليف الكبد دراسات حديثة اكتشفت قدرة عشبة شوك الجمل على التخلص من السموم مثل الأماتوكسين الناتج من بعض أنواع الفطر هذا الأماتوكسين يكون قاتل للإنسان تتخلص منه عن طريق شوك الجمل ويفيد بعض أنواع من السرطانات دراسات حديثة اكتشفت قدرة عشبة شوك الجمل علاج فعال وحقيقي ضد أنواع أخرى من السرطان وحتى يدمر الخلايا السرطانية دراسات عليا السريرية كثيرة اكتشفوا قدرت على تخفيف من الآثار الجانبية المرفقة لعلاج السرطان كذلك ومن فوائده أيضا يخفضك سكر الدم بعد بفوائد أخرى منها اللي هي أولا يخفض مستوى الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم ثانيا المساعدة على النضوج الجريبات في المرضى الذين يخضعون لعمليات تلقيه الإصطناعي ومن فوائده أيضا علاج محتمل لاضطرابات الجهاز الهضمي دراسات عليا حديثة وان شاء الله بالأيام المقبلة يكتشفون منها علاجات لتقليل الشعر بالتقيق والغثيان ومن الدراسات اللي اثبتت سريريا عليا تقليل من أعراض المرفقة لسن اليأس وتقليل من الحساسية الموسمية وتحسين أعراض المرفقة للزهايمر وموارض التصلب اللويحي فاللي يعدهم زهايمر أو كبار السن حتى ليصير بهم زهايمر يتناولون شوك الجمل أو الكلغان وكذلك نجرب لعلاج تضخم البروستات والطراب والوسواس القهري وفقرة دم المنجلي كل هذا فوائده فوائد أخرى بيستخدموها في سابق الزمان لحب الشباب والتهابات الجلدية ومساعدة في تخفيف من السمنة لأنه يساعد على حرق الدهون بفوائد اللي هي يقيك منه شاشة العظام كذلك للنساء يفيدهين في إدرار الحليب للمرضعات هذا فوائده كلش كثيرة وما بي آثار جانبية تقدر تستخدمه بكل أمان بس تجنب من تستخدمه أهل السكر يقيسون نسبة السكر بالدم لأنه يؤدي كثرة استخدام هذه الإشباب انخفاض بشكل حالي ومفاجئ بالسكر فيجب أن تنتبهون على هاي الفقرة شلون تتناوله؟ أفضل شيء شوكة جمال اللي هو البذور يطلع من البذرة من الزهرة البذور بالزهرة من تنتهي من أول شيء تفتح حمرة وراها شوية تابس نقول تذبل يطلع بيها بذور هذه البذور تقدر تطحنها وتخلطها مع العسل تتناول ملعقة الطعام منها باليوم مدة أسبوع أسبوعين تحصل على النتيجة إن شاء الله هذا فوائده كلش عظيمة ليش بفوائد شوكة جمال وربما سأل يسأل لماذا شوكة جمال به هكذا فوائد لأنه غني بالفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم هذا شوكة جمال فشوكة جمال متوفرة وموجودة بالعراق بكثرة تقدر تحصل عليه حاليا موسم أمطار بعد موسم الأمطار بشهر تقريبا يبدأ ينبت هذه النبتة موجودة بالعراق وبالوطن العربي كذلك ومهم كلش تقدرون تستخدموا ما بآثار جانبية يكون ارتفاع تقريبا سبعين ساتيم عن مستوى الأرض وأوراقه مثل من بين بالصورة بها أشواق أشواق أو عفوا وكذلك به دبق أو مادة تشبه الحليب السائل أبيض اللون هذه من الأعشاب المفيدة فإذا استفاديت من هذا المقطع لا تخلي يوقف عندك لأن مهم المرضى السرطان إنشر المرضى السرطان حتى يكون إليك أجر به أمامك بالصورة علاج حقيقي وناجح للسرطان هذا يسمون بالعراق شوك الجمل أو الكلغان أو الأرض الشوكية أو الخرشوف يسمون هذا الخرشوف أو خرشوف الجبل أو الأرض الشوكية أو العكوب هو في سابق الزمان كانوا يستخدموه علاج للكبد لأن هذه العشبة علاج تكميلي ومساعد للعديد من أمراض الكبد وحتى يحميك من سرطان الكبد ويعالج لك سرطان الكبد ويساعد لك تقليل الالتهاب